طبعاً يعني عمر الجامعية وعمر المحاجان اسكندرية 50 سنة أنا معهم 35 سنة النهاردة وأنا ببص على الكتاب وكتاب رائع الحقيقة شكراً للنقد اللي أستاذ تمشي حتى لأنه كتاب جميل يعني أنا فقيته كده سريعاً قبل الحفظة فلقيه أنا عندي صور في خلال 35 سنة يعني تقريباً كل عمري ثاني أنا عمري ثاني 40 سنة بص حضرت المحاجان كان أول جايزة ليا وأول حضور بفهم أيام الغضب سنة 89 وخدت الجايزة الأحسن ومسكرة ومعرجان اسكندرية دايماً يرسي قواعد جديدة يعني أنا مش متوقعة خلص الجايزة دي أنا حاسة أن أنا عملة دور كويس لكن الدور كان كل سبع من شكل يعني ما توقعتش أن أنا أخد فيه جايزة أحسن ومسكرة لأن أحياناً لجانب تحقيق يعني لما بيبقى الدور صغير بس دور مميز قوي وهم يقولوا جايزة خاصة أو جايزة تقديرية أو يعتبروا جايزة الدور تانية لكن المعرجان حقيقي محترم يرسي قواعد جديدة أن الدور مش بطوله الدور بطلته والتأثيره وكنت فرحانة جداً جداً لأن أنا كنت بقول ده من قبل المعرجان أن أنا بعيد بطلة في السجن وأعملت أفلام كبيرة لكيبه بعد كده اخترت دور صغير لأن أنا مقتنع بيه ولأني عارفة لليه رسالة مهمة وهدف مهمة ومرت بقى سنين كتير واخدت سنين عديدة أنا عدت خمس سنين وأربعة كأخذ جايزة أحسن واسكنة في المعرجان السكندرية من ستة وتسعين لألفية فبعدها قلت أنا مش هقدم أفلام تاني في المعرجان لأنه أنا مش عايزة أداي الزاملات والزملاء أو حسيتمه كتير بجابة لكن أنا يمكن في الفترة التي كنت مقتهدة قوي كنت بشتغل في أفلام كلها ومش مهم أنها تكون حداة جمهرية قدمه مهم أن تبقى ليها قيمة كبيرة مع مخرجين كبار وكتاب كبار ويتؤدون لأثر ورسالة كبيرة وطبعاً شاركت أكثر من مرة في لجنة التحكيم ومؤخراً الدورة التسعة وتلاتين كنت تتعامي الدورة بإسمي أنا شاي كان ده تكريم وتشريف كبير جداً ليا يعني كل الشكر والتفجير للمعرجان السكندرية والجمعية المصرية لكتاب ونفطات السينما إن أنا خريجة هاجزين لأكادرين طبعاً أنا بنت المعهد العادة للخنون المسرحية تصمي التمسير والإخراج وبعتاسي جداً وكل فنان تعب وتعلم وهتم إنه يتصقف والنور مش بس يعني الموهبة طبعاً مهمة وأساسية لكن الدراسة كمال بتصمي للفنان وبتوضيف لي كتير والفن أكيد بيعلمنا الإنسانية والخير والجمال والمحبة بيعلمنا أشياء جميلة جداً النهاردة المفروض إن أنا أبقى مبسوطة قد بهذا التكريب بس أنا النهاردة فنحيش نقصة أو أكاد أقول لكم أنا مش عارفة أفرح أنا منبارح تقريباً مناتش يعني فتحت التلفزيون بدأت أشوف الأخبار ما صدقتش اللي بيحصل في فلسطين قلبينا موجوع جداً وعايزين أقول لهم إن مش معنى إن إحنا بنحضر مناسبات أو مهرجانات طبعاً إن الحياة لازم تستمر لكن إحنا جوانا قلم كبير كبير جداً للي بيحصل في فلسطين يعني اللي بيحصل البارح نسألنا نايمة خيأ نايمة على الأرض جد هتهدت فتتفجل وتتحير وتشوف مناظر ونسمع صراخ يعصر القلب عصر المجتمع الدولي فين يعني إسرائيل بهذا التجبر وهذا الفقر وخارق كل المواسط الدولية وكل ما يخص حقوق الإنسان يعني شيء الحقيقة زاد عن حده ورقم إنه كان المجتمع الدولي أغلابه دلوقتي مع فلسطين ومع حق فلسطين في إقامة دولتها ومع حقهم في دفاعهم عن أرضهم وما ينفعش يتقال إن اللي بيدافع عن أرضه بس إنه هم بيحرق يعني إسرائيل بتقول أنا بحارب الإرهاب أي إرهاب اللي بيدافع عن أرضه يبقى إرهابي أنا لو حد أقرب من مصر أنا أول واحدة هنزل أحارب عن مصر وكلنا هننزل أحارب عن مصر فلو كل واحد بيحارب عن بلده اسمه إرهابي أنا بعلن النهاردة أن أنا هكون إرهابين شكراً بكم ترجمة نانسي قنقر